بخطوات خفيفة يسارع عم الحاسن رغم سنه الذي قارب الثلاثة وسبعون عاما يسارع نحو قاعة رياضة كمال الأجسام ببلدية ميلة وهو على ثقة بأن هذا العمر ليس حاجزا للرياضة هي رياضة هذه أعطتني شوية سجاعة ولن ما زلت قادر شوية نمشي ونجنب المرض من الرياضة هذه ما لقريه سنتعي شوية كبير وعندي يحفظي ولبس بهم الحمد لله وراني صحة جيدة ومرض ربي إن شاء الله مكان ولو راني الحمد لله بولو ماما واحد يجي كبير عنده بروغرام كفا تخدمها واحد يجي كموايا عنده بروغرام كفا تخدمها واحد صغير عنده بروغرام كفا تخدمها كما واحد كبير كماما يجي في السيونس عنده 35 مينيط حتى 40 مينيط ماكسيموم وعنده تروى سيونس بار سمان لارجمون سيفيزون يعني ما وليس فقط عم الحاسن بل أيضا الطاهر ذو 67 عاما ورضوان 57 عاما وكلهم متزوجون ولهم أحفاد لكنهم متيقنون بأنهم ليسوا بعجزة الجيس اللي كان يسعبوني لقد صندبوني فاصيل كنت حسن كنت حالي هيك اللبسانة تسعب لي لقد قلها الحمد لله دي حوالي ربع سنوني مرس في الرياضة هادي تعالى مش كيراتيون بكري كنا صغار وكنا شنديروها مع البناش في الوقت كنا نحن تحواته من بعد فقنا بلية أشاق فوان زيدوا في الو بوان زيدوا في الو بوان عندنا لنا مرسوا هادي نديروا شوية مع الشيخنا نديروا شوية لشوف مو ونعودوا نخدمه فبين الترفيه تارة وبين العمل الجاد تارة أخرى متحدين للغة الأعمار ساعين لملء فراغات يومياتهم خاصة بعد التقاعد الذي يترك عادة انطباعا بقساوة أيامه غير أن هذه الشلة التي يتقدمها عم الحاسن وقد فاق السبعين عاما رسالة أمل جديدة لكبار السن